السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نبدأ مع بعض في تعلم برنامج قوي ولزيز وسهل الاستخدام ومطلوب في السوق بشكل ببير جدا. اللي هو برنامج الريفت ام اي بي. اه دلوقتي نبدأ نتعرف محاضر غانا عن التعريف. اه المحاضر عمر سليم رسام رسام تكيف وسحي ومحاضر في برنامج الريفت ام اي بي. نروح للبرنامج اللي هو الريفت ام اي بي هو برنامج بيخدم رسامي ومهندسي لكهر وميكانيكل. والبرنامج دوت جزء من عائلة. اه اللي هو الريفت استراكشور وريفت اه ارتكشور. دول يعتبر اخيين ليه. اه رفت استراكشور ده الاخر الاكبر. ده اللي بيبدأ يرسم الانشاية وبيرسم القواعد وبرسم حاجات الاسساية للانشاية. اه بعد كده الحاجات دي بياخدها للمعماري. بيبدأ يرسم عليها برنامج الريفت ارتكشور. بيبدأ يرسم الاحطان والبواب وشبابيك. اه بيعمل بيس اكاشن. اه رفت ارتكشور مشهور جدا وناس كتير بتستخدمه. لانه هو بيوفر على المعمار وقتك جدير جدا في رسم والحصر. بعد كده بيبدأ يخش الكاهروميكانيكل. ياخد شغل المعماري ويبدأ يرسم عليه التكييف والصحي والكهرباء. الطلاب برامج دور طبع شركة اوتو ديسك. شركة اوتو ديسك عامل برنامج مشهور جدا للي شواني في المجال دوت. اللي هو برنامج الاوتو ديسك. ولها برامج تانية كتيرة زي سري دي ماكس والماية. بس احنا النهاردة هنتخصص في ان احنا نشرح برنامج الريفت امي بي. اولا نعني كلمة اختصار كلمة معناها بيعيد تكوين بشكل متوافق. يعني هو بيبدأ يعيد تكوين الحاجة. لو انا دلوقتي رسمت حاجة في البلان بتلاقيها وغيرت فيها هتلاقي تغيرت في سكشن. كنت رسم الحاجة لدفع مسلا اتنين متر. وخلت اتنين متر ونص تلاقيها لوحديها. تعدلت في سكشن. مش لازم اروح في سكشن. بقول له اعدل او ابدأ اعدلها هادوي او اقول له ايه رو الله حمد اقول له جديد. اه الحصر بتلاقي تعدل برضو تلقائي من نفسه. اه كل حاجة بتعدل يعني مش انا بغير في مكان واحد بس بتغير في جميع لماكن التاني. ندخل على كلمة الام اي بي. بيخصار ميكانيكا الالكتريكال ان دي بلامينج. لان هو بيخدم المجال دوت. بيخدم المجال الكهروميكانيكال زي التكييف زي الكهرباء زي البلامينج. البلامينج بيخش تحت الميكانيكال لان احنا في التكييف بنرسم الشرد ووتر او بيخش مع البلامينج في الفاير وفي السحي وفي المية. اه دلوقتي الريفت ام اي بي مع الارتكشور مع التلاتة بيعملوا شغل لكبار جدا. وشغل عالي جدا. وفي وقت قصير. يعني الحاجة اللي انت بتاخد فيها وقت ايجابا هو بنجزلك يعني تقدر تقول في الحاجة اللي بتاخذ الشهر هو بيخلاص مساف خمس تيام. فهو البرنامج دوت بيوفر لك في الوقت جمل جدا. ومدام بيوفر في الوقت يبقى كده معنا انجز في الفلوس. زي ان الاخطاء ما بتزهرش. زي زي ماك بتزهر في تلات التنفيذ لا ده بتزهر اثناء تصميم نفسه. اه هو بيرسم حاجة حقيقية على الارتفاق معين. فبيزور قدامك في ايه اللي خبط في ايه? هو البنامج بدلوه امر ويقول لي مسلا ده الحاجة دي خبطة في دي. ابدأ اعدلها. طيب ايه سبب قوة البرنامج وليه انا متحمس ليه جدا يعني? اول حاجة ان هو بيعتمد على تقنية اسمها البي اي اي ام. اللي هي بالعربي نظم معلومات المباني. يعني معي الروحة واحدة فيها كل حاجة على المبنى. انا بدي له بيانات في الاول كتيرة. بس برضو ما بيزودت شوات الاخراج بالعكس ده هو بيقلم. بس بحتاج ان انا بدي له شوات معلومات هو بيحتاجها. اه بحتاج مسلا هو يعرف التكييف الصاج التكييف على بعض كم اه اه كم في كم. اه كل حاجة عن الموضوع. هيبقى مأسفة ادي ايه هيبقى النوع ايه كل حاجات ديها. بس بعد كده بيوفر بقى ما في سكشن. سكشن بحط نقطين وقال له اعمل سكشن. يعمل السكشن. الخصر. خلاص واخد كل الموضوعات فبش محتاجة حاجة خلص. بش هسنع الحاجة تاني. بيعمل حسابات يعني هو برناك بيرسم ويعمل حسابات. قلتنا مع بعض. المبنى كله بقى موجود في لحة واحدة. اه كل دوار التكييف الصحي. هي ملفه واحد في كل الحاجات ديت مترابط مع بعض. فالترابط ده بيبقى شيء مذهل. يعني انا ممكن مسلا في في قول له انا نطالع بمسورة مية او تكييف. لحد زي ارتفاع كزا. فتلاقي زهر معي في كل دوار بش لازم اخد الحاجات دي قعدوا سقطها في الدور دور. زي زمان. زمان حكنا شغلنا على اللواء الكاد. التكنية اسمها كاد. كمبيوتر ايه ديزاينر. الكمبيوتر بيساعد المصمم. كنا بنعمل ايه كنا بنرسم المصوط الافقية. وبعد ما بنرسمها بنبدأ ايه نتخيل ونحاول نرسم الوجهات او نرسم الساكيشن. يا ده البيع ايام هو انا برسم ايام ده سواسي ابعاد بحط كل البيانات بحط كل المعلومات اللي انا عايزها في جهاز الكمبيوتر فهو معا كل البيانات فلما قل الساكيشن او عامل حصر او 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 في ثواني اللي راح مخلص على المشروع كله. طيب ما احنا كنا زمان بنرسم اا صاك تكييف برضو وكده. لا احنا كنا بنرسم خطين ونقول لكمبيوتر اعتبر ان ده صاك تكييف. او نرسم خط ونقوله ده فاير. تعالنا نروح كده لتوكاد ونشوف الفكرة موجودة زي. انا كنت مثلا في الكهربا وبرسم خط. او اي حاجة الفاير برسم خط. تعم? في اليتشفاك كنت برسم خطين. او ستة خونسمية. ارسبي المثال. او ستة خونسمية. وارسم خط تاني. او ستة خونسمية. واقلو فلت رادياس ماشي مين خمسين. او ستة خونسمية. وابدأ ارسم الحاجة بتاعتي بحيس ان ده اعتبر ان ده صاك تكييف. كل الفرق اللي ده على الير والير بس اللي كانت شايف خطه شايف منحنة مش معترف بالكان ده كله. طيب تعال نخش على برنامج الريفت. ونرسم تكييف. اقول له هوق انهارس اندقت. بقول له طول كزا العرض كزا عرض فع كام? اه. رسمت ده هو السوق. في سوان يروح على اسم السوق. تعم? اه عايز انه مسلا ارسم اه اه ار ترمنال ديفيوزر. احطه هنا مسلا. تعم? هدلو المعلومات. ادخل هنا. اقول له اديني عرض فع كام? انا رشح ادي كلها بتفصيل. اخليها مسلا عرض فع الفين تلتمية. اوكي. هقول له وصل ده ابدأ. خلاص هو رسم الحاجة. اخش شوفها في سري دي. اللي فعلا رسمها لي. زي ما احنا شايفين دلوقتي هوت. رسم للسوق ورسم لي الحاجة سلسيت ربعيد. فلما اجا ارسم سكشن لما اجا ارسم اه اقول له اعمل لي اي حاجة شوفها من اي ناحية بالنواحي. هينجزها معاه بسرعة. اه كله. فدي ده ده يعني ببستره من احد الاتجاهات. انا ده في السري دي. بوضي مثل البرنامج. انه هو بيخلص كل حاجة بسرعة وهنشوف واحدة واحدة ازاي الحاجة دي التاسل.